على وقع أصوات الرصاص والمدافع والمواجهات العنيفة التي تشهدها عدد من جبهات القتال في اليمن يسعى المبعوث الأممي إسماعيل والشيخ أحمد لاستئناف اتصالاته مع أطراف الصراع اليمنية بتأمين الاتفاق على هدنة مؤقتة لمدة 72 ساعة تمهد لاستئناف تنفيذ اتفاقات التهدئة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي ومن ثم الانتقال إلى جولة جديدة من مشاورات السلام وفيما لا تزال المواجهات على أشدها في معظم الجبهات مع استمرار إطلاق الصواريخ الباليسية وشن الهجمات باتجاه الحدود السعودية من قبل الميليشيات تصطدم مهمة المبعوث الأممي بشروط أعلنها الانقلابيون في صنعاء بشأن مفهوم الهدنة تقتصر على مقايضة وقف إطلاق النار والاعتداءات على الحدود بوقف الغارات الجوية للتحالف وتواجه أطراف الأزمة ضغوطا دولية لوقف الحرب نظرا لترد الأوضاع الإنسانية في البلاد وتدهور الوضع الاقتصادية حيث جدد وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات الدعوة للأطراف اليمنية بسرعة العودة إلى طاولة المشاورات ووقف الاقتتال والتوصل إلى اتفاق شامل على أساس المرجعيات المتفق عليها مدعومة بمقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي كشف بعض ملامحها في جدة الشهر الماضي من جانبه دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الحوثيين إلى اغتنام فرصة الاهتمام الدولي بحل الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي في إطار قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنية ومع وصول ولد الشيخ أحمد إلى مصقط يرى مراقبون أن مهمة المبعوث الأممي تواجه تحديات أهمها إقناع الأطراف الانقلابية بمفهوم الحل الشامل وتزمينه والقبول بالهدنة تمهيدا للوقف الشامل لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر